ودلوقتي مجز الأهم وآخر الأنباء مع دينا تفضلية دينا شكرا لك بسانت الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جنينش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بسرعة إنهاء أعمال كبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأتصرات قبل حلول شهر رمضان المعظم جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس سيسي تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس السيسي تضمنت أعمال إنشاء محور حصاب الله الكفراوي الذي يربط بين منطقة المعادي بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكبالي الجديد أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي وأضاف متحدث الرئاسة بأن الجولة شملت مشروع الماذا بارك لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات وحرص الرئيس السيسي على التوقف أثناء الجولة التفقدية لينقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1654 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة والتمام شفائهم ليتفى إجمالي متعافيا من الفيروس إلى 409 748 حالة وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 11811 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته بالإضافة إلى وفاة 30 حالة جديدة مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 478 984 حالة من ضمنهم 409 748 حالة تم شفاؤها و23 957 حالة وفاة استخدمت روسيا حق النقضة الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان من شأنه أن يعبر عن الأسف للهجوم الروسي على أوكرانيا في حين امتنعت الصين عن التصويت وصاغت الولايات المتحدة وألبانيا مشروع القرار الذي يستنكر بأشد العبارات الهجوم الروسي على أوكرانيا ويدعوها إلى سحب قوتها فورا هذا وصوت الأعضاء الأخرون وعددهم 11 لصالح القرار قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أمر بنشر قوات إضافية لتعزيز القدرات الأمريكية في أوروبا ودعم الحلفاء في حلف شمال الأطلنتي الناتو وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل قطعة أرض من أراضي الحلف مشيلا إلى أن الحلف سيحافظ على سياسة الباب المفتوح أمام الدول الأوروبية التي تشاطر قيمهم والتي قد تطلب يوما الإنضمام له أكدت وزارة الدفاع الأمريكية بانتاجون أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا وقال المتحدث باسم البانتاجون جون كيربي إن كيفية تنفيذ هذه الخطوة لا تزال قيد الأعداد مشيلا إلى أن واشنطن تشارك بنشاط كبير في تلك الوهود بهدف مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها بالشكل الأفضل من خلال المساعدات القتالية وغير القتالية أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة على تواصل مع الرئيس الأوكراني وفريقه للأمن القومي لبحث خيارات لمساعدات إضافية وفي مؤتمر صحفي أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن واشنطن تعكف على دراسة مجموعة خيارات لتقديم الدعم لأوكرانيا هذا وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعدون في الكونغرس إن البيت الأبيض طلب من الكونغرس الموافقة على مساعدات بقيمة 6.4 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية في أوكرانيا بعد الهجوم الروسية قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجياته سرغي لافروف ووزير الدفاع سرغيشي ويغر ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيجيرا سيموف وذلك بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلن إن واشنطن متحدة مع خلفائها وشركائها الدوليين لضمان أن تدفع روسيا ثمنا اقتصاديا ودبلوماسيا باهظا مقابل الهجوم على أوكرانيا وشيرة إلى أنها على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا ختم مجاز الثامنة فاصل عود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر